للخير مواسم وللإيمان نفحات والرمضان وحشة من عام لعام معسكر روحاني ترتفع في درجتنا وتسقل في معدننا وتغسل في هممنا لكن الصيام عن الطعام والشراب هو جزء من رحلة التهذيب الروحاني الأجزاء التانية عبادة وترتيل لكن الأهم هو تنقية النفس والروح في رمضان عشرين عشرين تعالوا سوا نرتحل مع الرحل لنغير النفس ونصفي الباطن ونحصد أطايب الأخلاق في رمضان بودكاست مع حلان عواد سلام عليكم أهلا وسهلا بكم في أول حلقة من حلقات رمضان بودكاست مع حنان عواد وفي بداية الحلقة أسأل الله لي ولكم في شهر رمضان حسنات تتكاثر وذنوب تغفر وهموم تخف وإن ربنا سبحانه وتعالى يجعل بسمتنا سعادة وصمتنا عبادة وخاتمتنا أنا وأنتم شهادة ورزقنا أنا وأنتم في زيادة أرجو الله أن يتقبل منا صالح الأعمال وندعوه يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا أحوالنا مفيش حد فينا على وجه الأرض مش هيلقي نفسه في مرحلة من المراحل فحالة سيئة ربما تسوق علاقتنا الشخصية مع حد مهم لنا أو نلاقي كده صعوبة مالية مش عارفين نغطي المصروفات اللي في حياتنا أو ممكن نلاقي إن فجأة كده الشغل بقى في وضع صعب وحاجة فيها مشكلة وتلاقي الناس اللي حوالينا بتقولك اتعلم حاول جرب اتعلم من التجربة السيئة اللي أنت فيها بس المشكلة إن إحنا بنبقى كوة تجربة مش عايزين نصيحة عامة ماشي أوكي أعمل إيه؟ حد يقولي أعمل إيه؟ عشان كده كنت بدور دايما على طرق عملية مش مجرد كلام وخلاص اللي أقدر بهذه الطرق إن أنا أقيم الحالة أو الظرف اللي أنا فيه وإزاي أحط خطة وإزاي أحسن هذا الظرف اللي أنا فيه إزاي أحسن الحالة اللي أنا فيها إزاي إذا كنت في مأزق أو حاجة مش مريحة إزاي أغير من ده؟ هو ده النهاردة عايز أكلمكم عنه عن الخطوات العملية اللي لو اتبعناها نقدر إن إحنا نبني مستقبل مزدهر نزود السعادة في حياتنا إزاي نعرف الاتجاهات والتغيرات اللي ممكن تحصل في حياتنا ونقيس زي ما نكون كده بنعمل جس نبض للحالة اللي إحنا فيها وبنتعامل معاها والحالات دي ممكن تكون أوضاع شخصية أو مهنية فلازم الخطة دي تكون عامة بما يكفي إنها تغطي مواقف مختلفة لكن في نفس الوقت محددة دايما كنت بفكر هو إيه الأساسي فينا كلنا إيه الحاجة المشتركة فينا كلنا هل الأخلاق؟ هل العبادة؟ هل الحب الخير؟ هل الإيمان؟ لا مفيش طب هل حاجة وحشة؟ زي الطمع؟ زي أي حاجة تانية؟ لا برضو بصراحة هداني تفكيري إن الشيء الوحيد اللي مشترك بيننا كلنا هو غريزة البقاء كل واحد فينا عايز يحافظ على نفسه وعلى حياته لأن إذا يعني محملناش كده حنستسلم فيا إما نفشل يا إما نموت وده هيعتمد على قدرتنا قدرتنا في الحصول على المال قدرتنا في تنظيم حياتنا قدرتنا في إحاطة نفسنا سواء بعيلة أو بأصدقاء على سبيل المثال كلنا عايزين وظيفة كويسة ليه؟ عشان الوظيفة الكويسة دي حتدينا نوع من الأمان عندنا دخل محترم يبقى قدر أجيب هدوم أحسن أحافظ على نفسي أحسن أحسن بيتي أروح لدكاترة أحسن أحافظ على صحتي وصحة أسرتي أجيب عربية كويسة أعمل لنفسي وضع واحترام في المجتمع اللي أنا فيه كل دي حاجات نبع من غريزة البقاء لكن في نفس الوقت لو اعتمدنا بس على غريزة البقاء يبقى بيقولك الدنيا هتتحول لغابة طب إيه اللي بيمنع إن الدنيا ما تتحولش الغابة لقيت إن الإجابة هي الأخلاق الأخلاق هي اللي بتخلينا نحدد السلوك الصح والغلط وهي اللي بتخلينا نشوف الاختيارات المختلفة وناخد الاختيار الصح ونبعد عن الاختيارات لغطء الخلط والأخلاق برضو هي الأفعال والتصرفات اللي بنعملها أثناء ما احنا بنحاول الإبقاء على أنفسنا وحياتنا على أعلى مستوى لكن في نفس الوقت ما تخلينيش أبقى إنسان ضار لكل اللي حوالي وأخلاقنا هي اللي بتخلينا نتحرر من الإحساس بالتضاقل ده أنا أنا ولا حاجة أنا إنسان وحش قوي والأخلاق هي اللي بتعمل توازن شوية في المجتمع وعلى فكرة المجتمع اللي فيه أخلاق عالية بتزيد نسبة السعادة الناس كلها بتبقى بتحافظ على بعض أنا أعيش وإنت كمان تعيش المشكلة بقى إن مفيش حاجة في الكون بتفضل زي ما هي أي أمر يا إما يتحسن يا إما يسوق أي منحنة يا إما في نقطة من الأوقات يتغير ويبقى صاعد يا إما هابط أبسط حاجة أبسط حاجة لو فكرنا في أي حاجة في حياتنا خلينا نفكر في عربية عربية مركونة تحت في الشارع العربية بتشتغلش الله أنا يعني مش بهلكها مش بروح بقى كل يوم وشغل المطور والعجل والكلام ده كله ومع ذلك بعد فترة هتلاقي العربية انهارت صدت الحاجات مش شغالة فيها الكويتش نشف وشقق حتى الحاجات اللي حية الأشياء الحية جسمنا لو قعدنا كده ما عملناش أي حاجة ولا استهلكنا برضو هتلاقيه بينزل لتحت شجرة شجرة في جنين يا إما تلاقيها بتنمو وتزدهر يا إما هتلاقيها بتموت ببطء وتاعية وتمرد فما فيش أي حاجة غير قابلة للتغيير حيطة شوف كده جدار في البيت في أي بيت روح كده وسافر وتعالى هتلاقي ان حصل تغيرات كتير شقة مقفولة هتلاقي فيها تغيرات كتير فإحنا دائما في حالة ما أو في ظرف مختلف من الظروف وبناء على الظرف ده أو الحالة دي يا إما نتحسن يا إما نسوق وده على فكرة برضو بتلاقيه منطبق على المجموعات في العمل في العيلة في أسرتنا الصغيرة في شركتنا في صحابنا في فريق في نادي في أي مجتمع صغير أي مجموعة مهما كان حجمها كبير صغير هتلاقي أن هي دايما هذه المجموعة بتنتقل من حالة لحالة طيب ليه أنا بقول الكلام ده بقول الكلام ده عشان أن أنا اكتشفت أن لما الواحد يفكر في الظروف المختلفة والحالات المختلفة اللي ممكن يمر بيها في حياته بنجهز نفسنا أن احنا نتعامل مع هذه الظروف لما نبقى فيها ونبقى مدركين لقوانين التغيير اللي بتحصل حتى من قبل ما نبقى في هذا الظرف مش محتاجين نستنى لما نبقى في خطر عشان نعرف إزاي نتعامل معه وده يمكن حاجة تعلمتها من حياتي العملية قوي إن كنا دايما نعمل خطط استباقية ما استناش الظرف لما يقع وابتدي أفكر إيه ده هعمل فيه إيه والظروف دي سواء ظروف كويسة أو ظروف وحشة سواء فيها استقرار سواء فيها ازدهار أو سواء فيها تعاسة سواء فيها قلق حتى الموت نفسه كنت بحاول دايما إن أنا جهز نفسي للتعامل مع هذه الظروف يعني مثلا لما بقى في منصب وقوة وسلطة أعمل إيه طيب لما تبتدي تتغير موازين القوة أعمل إيه لما بقى في حالة رخاء في حياتي أعمل إيه لما بقى في حالة استقرار عادي الأمور عاملة إزاي عادي أعمل إيه لما يبقى فيه طوارئ أعمل إيه لما يبقى فيه خطر أعمل إيه لما بقى متحملة مسئولية أمه أعمل إيه لما بقى فيه في حياتي معركة أو خصومة أو حاجة متنشنة بيني وبين حد أعمل إيه طيب لو تعرضت لخيانة أعمل إيه طب لو أنا خنت ثقة حد أعمل إيه طب لو أنا مرتبكة مش عارفة راسي من رجلي أعمل إيه كل دي حاجات كنت بفكر فيها وحاول إن أنا أحط شوية حاجات استباقية الحالة الأولانية اللي عايز أكلمكم عنها هي اللي بسميها حالة الحداثة يعني إيه يعني لما تكون لسه جديد لما تكون لسه رايح وظيفة وإنت لسه موظف جديد في المكان ده أو تكون منقول من مكان لمكان أو تكون لسه خلصت سنوي رايح جامعة مثلا أو لما تكون نقلت بيتك من هنا لهنا أنت لسه في هذه المنطقة في الحي ده لسه أنت في حالة الحداثة لما كنت زوجة جديدة دي حالة حداثة لو أنت لسه زوج جديد دي حالة حداثة أنت لسه جديد وفي الحالة دي يا إما ما بنكونش لسه معروفين أو ما بيكونش لسه أصلا معترفين بينا الناس اللي حوالين عشان كده لما نبتدي علاقة جديدة أو لما نبدأ في وظيفة جديدة أو لما نبتدي في مرحلة جديدة في حياتنا لازم نبقى عارفين هنعمل إيه ساعدة وده هيحمينا من أنه نفشل في العلاقة دي أو في الوظيفة دي طيب نعمل إيه بقى أول حاجة لازم نلاقي طريقة إن إحنا نتواصل مع الشخص أو الأشخاص اللي حوالينا وده يجي إزاي يجي إن إحنا نبتدي نتعرف على الأشخاص اللي حوالينا نسمع نلاحظ نستنى كده شوية ونشوف في محادثة قبل ما ندخل في أي حوار أسمع الأول مهم جداً كمان في المرحلة دي إني أعرف اللي حوالي عايزين مني إيه إيه اللي مطلوب مني أنا زوجة جديدة يا ترى جودي عايز مني إيه يا ترى حماتي عايزة مني إيه أنا طالب جديد خلصت سنة ودخلت الجامعة إيه اللي مطلوب مني إيه اللي مفروض علي في المرحلة دي وهو ده اللي أركز عليه وهو ده اللي أعمله وأوحش حاجة إن أنا لما أتولى وظيفة أو لما أتولى دور جديد إن أنا أفترض إن أنا عارف أنا هعمل إيه أنا عارف أنا عارف أنا هعمل إيه لأ إنت لسه ما تعرفش إدي لنفسك فرصة تعرف اللي حواليك وتعرف الظروف اللي إنت فيها بدل ما تفتكر إن إنت أبو العريف وفاهم كل حاجة وتيجي تكحلها تعميها أذكر مرة صديق من أصدقاء عائلتنا كان عنده كافيه والأب بتاعب شوية وقرر إنه يسيب لإبنه إدارة الكافيه ده الإبن طبعا قبل بقى ما يدرس ظروف الكافيه وكل حاجة وإيه اللي بيجيبوه إيه اللي بيعملوه قال بس الموضة اليومين دول الكافيهات تفتح لوقت متأخر عشان الشباب الصغيرين اللي بيحبوا يعودوا على الكافيهات والناس دول طيب عشان يفتح متأخر قرر إنه هو يقفل يعني يفتح في بداية اليوم بدل ما بابا كان بيفتح بدري قوي 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 والده كان بيفتح ساعة ستة قرر إنه هو يفتح الظهر ما كانش فاهم يا بابا دي بيفتح ساعة ستة ليه ليه أجيب أنا موظفين والحاجات دي كلها ساعة ستة بعد فترة لقى فيه خسارة في الفلوس لقى حاجة غريبة قوي مفروض إنه هو يعني بقى بيفتح الظهر وبقى بيقفل بالليل الساعة تلاتة مفروض إنه مكسبه يزيد لأنه بابا كان بيعمل مكسب أكتر من كده واكتشف نوعية من العملاء خسرهم لما ابتدى يفتح الظهر دول بقى العملاء أو الزباين بتوع الفطار الزباين بتوع الشاي الصبح بتوع القهوة بتوع السندويتشات وهو رايح الشغل بتوع المحلات اللي حواليه لأنه في حالة الحداثة دي افترض إنه فاهم وإنه عارف ما درسش الوضع الأول زي ما هو عليه قبل ما ياخد قرار في المقابل بقى صديقة من صديقاتي سفرت بلد غربي واحتارت شوية في وظيفة فقررت إنها تفتح رودة أطفال حضانة ولأنها حديثة في هذا المجال قررت إن هي تاخد الأمور واحدة واحدة فابتدت تتكلم مع الأبهات والأمهات وتعرف أولادهم بيحبوا إيه وما بيحبوش إيه وإيه الألعاب اللي بيلعبوا بيها وكانت حريصة إنها ما تتكلمش معاهم الصبح لأن الأبهات والأمهات جايين عايزين بسرعة يدوا الطفل للحضانة عشان يروحوا أشغالهم بس لما كانوا يرجعوا بقى كانت بتتكلم معاهم وكانت بتعرف إن مثلا أولوياتهم هي سلامة الأطفال والأمان ونو ما يتعوروش ما يقعوش ما يحصلش في حاجة وكمان إنهم يتعلموا حاجات جديدة ويقضوا وقت لطيف فابتدت شوية شوية تزود الحاجات دي ما قالتش أنا عارفة كل حاجة لا بتدت تسأل وتعاملت مع الموضوع ده لأنها لسه جديدة الخلاصة هنا هو إننا لما نبتدي عمل جديد أو ندخل في علاقة جديدة سواء زواج صداقة أي نوع من أنواع العلاقات نركز على التعلم إن إحنا نعرف الناس اللي إحنا هنتعامل معاهم ونعرف بالزبط إيه اللي مطلوب مننا ونقديه الحالة التانية بقى هي حالة الاستقرار أو اللي بسميها العادي أو الطبيعي يعني لا في زيادة كبيرة أوي 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 ولا في تضاؤل ولا تدهر ولا انحدار يعني عادي يعني مثلا علاقتي إيه ببابايا ومامتي عادي بنقول صباح الخير وصباح النور ولما بحتاج فلوس بالدهاني وخلاص علاقتي إيه مع جوزي عادي علاقتك إيه مع زمايلك عادي الحياة فيها شوية روتين أو لو في زيادة بتبقى زيادة تدريجية وصغيرة قوي بس أهم حاجة بقى في حالة الاستقرار دي إن ما فيش ظروف قهرية وما فيش طوارئ ده مهمة قوي طيب نعمل إيه في الفترة دي أول حاجة إن إحنا ما نغيرش أي حاجة في حياتنا بدون دراسة وعية ليه بقى لأن الوضع كويس ومستقر لو عملت أي خلل في هذا الوضع بدون دراسة أوبس ممكن أبهد للدنيا وكمان أتعامل مع الآخرين بالحسنة والأخلاق الجميلة مدام الأمور مستقرة ليه أكلمهم بطريقة وحشة ليه أتعامل معاهم بطريقة وحشة كمان في الحالة العادية دي أو حالة الاستقرار دي بيبقى كل واحد فينا عارف إيه اللي مطلوب منه وأنا بقيت عضو مساهم ومنتج في الشركة اللي أنا فيها أو في الإدارة اللي أنا فيها أو في دراستي أو في وظيفتي أو في عيلتي وبالتالي ما بنحتاجش لتأديب كبير أو تهذيب لأنفسنا بس بنحرص دايما على تقديم الخير بس أحلى حاجة كمان في الحالة الاستقرار دي إن بيكون عندنا وقت وجهد لاستكشاف الأفضل بيكون عندنا فرصة إن إحنا نستثمر في أنفسنا بدون الإخلال بواجباتنا يعني مش وقت أنا بكرسه لأداء عمل ما أخد الوقت ده وقول أصلا أنا هستثمر في نفسي لأ كده غلط كمان بيبقى فيه فرصة إني أدرك إذا كانت الأمور هتتحول لحاجة وحشة ولا لأ أقدر أشوف التغيرات الطفيفة في تعامل الناس معايا تغيرات الطفيفة في الفلوس اللي معايا زيادة أو نقصانة فبالتالي أقدر ألحق الوضع قبل ما يسوق وقبل ما ما يحصل فيه حاجة وحشة ونغتانم فترة الرخاء ودي يمكن كتنصيحة عملتها وقدمتها يعني كبيزنس كونسلتنت لابن صديق من أصدقائنا الابن تخرج كطبيب بيطري وشتغل شوية في عيادة وبعد كده قرر أنه يفتح العيادة الخاصة به بعد فترة اللي هي بعد ما خلص بقى فترة الحداثة دخل في فترة الاستقرار استقر في العيادة وكانت العيادة ماشية في حالة طبيعية مستقرة وابتدت في زيادة شوية شوية في الدخل لغاية ما ابتدى يصل لحد معين هنا نصحته قلت له ما تغيرش أي حاجة وصلتك للمرحلة دية يعني إذا كنت بتعمل تسويق وإعلانات بشكل معين خليها من ضمن الحاجات مثلا بيقول لي أنا دلوقتي بعمل فيديو على قناة اليوتيوب مرة في الأسبوع أزود ولا أقلل قلت له لا خليها دلوقتي بس نقعد بقى نفكر فيه إيه تاني حاجة ممكن أستثمر فيها بقى فتوصلنا إن احنا نعمل خدمة تليفون التوارق أحيانا الأصحاب الحيوانات بيتعرضوا الموقف فبيبقوا مش عارفين يعملوا إيه نسمح لهم إنهم يكلموا في التليفون وتبقى خدمة التوارق ويبقى فيه زي أجر كل شهر عشان يستفيدوا من الخدمة دي نبقي على كل حاجة زي ما هي بس ندخل شوية شوية تغيير صغير زي مثلا من ضمن الحاجات إنه هو كان عنده وقت كمان إنه هو ياخد دورات زيادة فدي كانت حاجة كويسة جدا إنه يعملها الحاجة التانية كمان إنه هو أفكر إزاي أشجع العمل بتوعي إنه هما يقولوا لأصحابهم فبالتالي يجيبولي زباين تانيين ففكرنا إنه هو يعمل زي كارت كده لزيارة مجانية ممكن الصديق يديها لصديقه عشان يجي كمان كانت فرصة هيلة إنه يعرف الترند في مصروفاته شكلها إيه هل مصروفاته بتزيد والزيادة دي شكلها إيه فقدر إنه هو يحدد حاجات معينة إنه يوقفها فيحافظ على مصروفاته فحلقة النهاردة اتكلمنا على ثلاث حالات أو ظروف ممكن تعتري حياتنا وإزاي نتعامل مع هذه الظروف بكرة إن شاء الله هكمل معاكم ظروف تانية وحالات أخرى لكن دايما دايما ندعي ربنا سبحانه وتعالى إنه يغير حالنا لأحسن حال وما ننساش أبدا إن ربنا سبحانه وتعالى زارع فينا ما نحتاج إليه من حكمة ومخ وعقل وتفكير علشان نحاول إنه نتدبر الظروف والمراحل اللي بندخل فيها أرجو إن انتو تكونوا استمتعتم بحلقة النهاردة وإنها عجبتكم وبكرة إن شاء الله انتظروني في حلقة تعنيه وما تنسوش لو الحلقة عجبتكم دوسوا لايك واشتركوا في القناة ولو في حد في حياتكم مهم وحاسين إنه ممكن يستفيد من الكلام ده ابعتولوا الفيديو ده وخلوه يسمع عشان هو كمان يتعلم أرجو إن انتو تكونوا استمتعتم واستفدتم وتعلمتم أنا كمان استمتعت بصحبتكم واستفدت جدا جدا من الكلام لما كنت بعد للحلقة دية أشوفكم بكرا إن شاء الله اشتركوا في القناة